تأكيد تابعتم يعني قبل لحظات أو قبل ساعات بسيطة جدا مباراة الأهلي والجونة وهي المباراة الخمسة للنادي الأهلي في مسابقة الدوري العام مباراة يعني كان عندك أفضلية في النتيجة للأمانة ما كانتش الأفضلية واضحة في الأداء بشكل كبير ولكن كان فيه أفضلية في النتيجة عن طريق الهدف الأول لسجله مودست ولكن قدر فريق الجونة أنه يحصل عراقل الجزاء صحيحة ويسجل هدف التعادل والنتيجة للي شفناه في المباراة بنتكلم بمنطقة الوضوح عادل جدا لأن عندنا بعض الأخطاء اللي لازم يعني نصارح نفسنا بيها ونواجه نفسنا بيها ونستغل فترة توقف الدولي عشان نرجع تاني نشوف صورة النادي الأهلي اللي كان عليها الموسم الماضي من قوة وحتى صورة النادي الأهلي اللي بدأ بيها موسم الدوري انت لعبت مع مباراة المصري مباراة كبيرة وقلنا أن اللعيبة نزلت يعني تصالح جماهير النادي بعد الإخفاق في بطولة السوبر الأفريقي ثم مباراة لإسماعيلي حتى وإن كان الأداء مش أفضل شيء ولكن قدرت تسجل تلت أهداف وتفوز ثم بدأ الأداء مع دخول بطولة السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي في التراجع شيئا فشيئا ولكن كنت بتقدر أن انت تكسب في الدوري ومحافظ على أن انت مش قادر أو مش بتفقد نقاط النهاردة الحقيقة تغيرات كثير جدا في التشكيل الأساسي كان عليها علامات استفهام كبيرة جدا جدا وكان طبيعة الحال أن المطش يهرب من إيديك لأنك أنت أهضرت 45 دقيقة من عمر المباراة في تشكيل كلنا كنا مقتنعين أن صعب جدا لعيبة ما فيش بينها أي انسجام ولعيبة زي كريم ندفد ما نقدرش أننا نتجن عليه ولكن كان جاي ما لعيبش أي دقيقة وبتحط في التشكيل الأساسي فشوفنا خط الوسط مش قادر يقدم الدعم لا الدفاعي ولا لخط الظهر ولا الدعم اللجوم عندنا سلبية كتير بالتأكيد عندنا استقبال الأهداف بمعدل يفوق يعني بداية الموسم الماضي واضح جدا واضح حالة عدم تركيز واضح حالة أخطاء كتير جدا بيقع فيها الخط الخلفي مع حراسة المرمى واضح أن انت هجوميا مش أفضل حالة تحديدا في هذا الأسبوع عندنا توقف دولي نتمنى أننا نبني عليه ونقف وقفة قوية مع سلبياتنا عشان بالتأكيد احنا محتاجين أننا نصدر للمنافسين أن النادي الأهلي بالأداء قادر على أنه يحسن بطولة الدولة مبكرا الإجابية اللي تقدر تطلع بيها من مبارات اليوم أن انت متواجد على الصدارة بفارق الأهداف كان ممكن تتواجد على الصدارة بفارق نقطتين ويكون عندك لسه مباراة مؤجلة فتبعد عن نادي بيرمز بخمس نقاط في حالة فوزك في مرارة مؤجلة أو تبعد عن منافس آخر وهو نادي الزمالك يعني بما يقارب عشر نقاط أعتقد داك أنا هيديك دفع معنوية إجابية جدا ويصدر الإحباط للمنافس أخطر حاجة ممكن تفقدها في سيطرتك على الدوري العام أن أنت لما تكون على القمة تبدأ تصدر الأمل للمنافسين بأنك تقدم أداء مش قوي بأنك تفقد نقاط فتبدأ تعالج أو تمنح قبلة الحياة للمنافس نتمنى بعد التوقف الدولي إن شاء الله بإذن الله مرسيل كولر والجهاز الفني واللعابين الجميع مسؤولين مسؤولية تامة أنهم يعيدوا الصورة الزهنية القوية للنادي الآلي ونبدأ نصدر مرة أخرى الإحباط للمنافسين خاصة أن نتراجع في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع مدياما في يوم 25 نوفمبر بعد التوقف الدولي